السلام عليكم اخوتي اخوتياتي كديري لبسع لكم كنتم نتمنى تكونوا لكم على خير وباخير فيديو جديد ونهار جديد كنتم نتمنى هذا الفيديو وللقاكم صحا والسلامة وباش تمنيتوا كاملكم وكنبرك لكم العواشر وكنبرك لكم رمضان كريم باش تمناوا المغربة كامل هم ان شاء الله البنات مهما البنات اليو ما بيتن شارك معكم واحد العجين ديل سابلي اللي في الحقيقة كتخرج كيمية كثيرة وكيجي السابلي ديل هاي شي ايش بززة بززف واحد السابلي اللي هو كيجي رائع كانت منar يعجبكم ولي عجبها تجربو فرها هالطريقة هادي كيجي سوينا بزفة اول حاجة كانحتاجوا الزبدة يعني كل واحده المقدار دياله كما دي ما اقول لكم كاللي غا يدير الزبدة وكاللي بغا يدير الزبدة الطبيعية يديرها اللي متوفرة عنده يديرها انا كنشد الزبدة 250 جرام اللي بغا يعني تخرج لها كمية كثيرة غادي في الحقيقة كي هني كات الصبر هذا كتديري وتصايبه وتخليه وكيبقي غير تسوقي فيه انا كنشد هذا باش ما تعدبني هذا الزبدة هذي كنشدها وكنحكها في الحقيقة كبحة الماكة بهالطريقة هذي ما كنلقاش فيها صعوبة البنات هنتوما كنحكوها بهالطريقة هذي وخا كانت قاسحة وخا كانت كل شي را كتجي في الحقيقة بها كارطبا يعني ما غاديش تلقو فيها العذاب وما غا تلقوش فيها تمارة ما كتعدبش بهالطريقة هذي هذي الفكرة هذي زوينا ويعني وكتسهل علينا الخدمة انتم مشتو سافي انا حكيت الزبدة غادي نحتاج الهات الصابلي هذي على كم ما قلت لكم الزبدة غادي نحتاج السكر غلاسي غا نحتاج لربعة ديال البيضات وغادي نحتاج الكاس ديال الثاني دا عافونا البنات غادي نحتاج الكاس ديال الزيت وانا كنسم الصابلي ديالي ديما كنسمو بالناطا يعني الصابلي كيبغي كنجي فيه الناطا زوينة كتنسميه بها واللي ما عندوش الناطا يقدر ينسمو شي حاجة اللي متوفر عندو يعني الحامض او لقشرة الحامض او لقشرة الليمون كما كنقول لكم ديما كل واحد واجنو متوفر عندو صافي البنات هانتوما هاد الزبدة ديالي انا حكيتها اشنو غادي نضيف لها قدرت واحد القبيصة ديال الملح غادي نضيف لها جوج كسد ديال السكر غلاسي صافي وغادي نحكها مزيان نحكي الزبدة وغادي نرجع لعندكم هانتوما بهالطريقة هاديرة كتجي ساهلة مني كتقدير لها هكا مع السكر يعني كتسهال عليك في الخلمة ما كتسرقاش صعيبة كيمة إلا كانت صحيحة هانتوما الوناس نمشي معها غيط قطقة حيث انا كيمة جبتها متلاجة صافي حكيتها ما تسنيتش ما عنديش لوقت باش نتنها حتى تطلق صافي ندليها الطريقة هادي وكتجيني ساهلة صافي البنات هادي نحاول نتلقها الزبدة ديالي ونرجع لكم صافي البنات صافي البنات بعد مما طلقت لها الزبدة وتشمعت بعد ينضيف لها كاس ديال السيت هادي السيت سهولة غادي يتلقها لنا مزيان هادي غادي نضيفه لها البيض قطقة ونطقة وهادي الكمية تخرج كثير بناس يعني الناس اللي كايبغو يديرو فيها لكموند ركتخرج لهم كثير هاد هاد الطريقة ديال هاد الساب لهذا كتخرج تبطلها كثير يعني اللي بغي يجربها ركت اصدقو كتجيزوينة في السفر طريقة ناجحة نطلق الزبدة ورجع معكم نضيف البيض نضيف البيض نضيف البيض نضيف البيض نضيف البيض كمية كمية مناسبة نستطيع النطا نستطيع النطا نستطيع النطا سوف ندخل فيها قليلا بشوية حتى نحصل على العجين الرطبة لا يريد أن يكون العجينة قصحة سوف ندخل الطحين ونرجع معكم سوف ندخل الطحين سوف ندخلها قليلا بشوية قليلا بشوية حتى نكملها ومتنسوش كميت لكم واحد القبصة ديال الملحة المهمة ومهمة بالسفكة تعطيني نسمى الحلويات ديالنا اي حلوة انا كندير فيها الملحة ديكا تجيز وينة تمام ثانيا نزيدوا سوف نبقى هكا حتى نكمل كما لكم كان حصل على واحد العجين يتكون رطبة ما تكونش قصحة وندخل هذه الكزاجة واحد من الساعة عاد نخرجها بش نقرسها سوف نبقى هكا حتى نكمل الكمية ديال ديال الطحين اللي عندي ونوريكم القوام الاخير ديال العجين ديال الصابلي ديالي كيجا انا هنا قدرت مئتين وخمسين قرام ديال الطحين يعني سكيلو وغادي نشوفوش غادي تزلي سكيلو كاملها او لا غادي نزيد سوف البنات هدا هو القوام ديال الصابلي ديالي هانتوما ما يكونش قصح بزاف وما يكونش خفيف بزاف لحقه شي اللي قدرناه خفيف بزاف كيبدي يجمع لنا في الفران يعني حيط نكونو كان طيبوه غادي يبدي يجمع لنا والصابلي ما كيبغيش طيبوه بزاف انتو ما عارفين الصابلي كيخسرته بغير شوية غير يشدك اللون الورضي وكنحيده صافي هدا هو هدا هو القوام النهائي دياله وفي الحقيقة هاد المعلومات هادورة من عند يعني حلوية محترفة اللي انا متبعها وكان ندير الوصفات دياله اللي هم زوينين وزوينين بالساف بالساف هدا كشي علاش كان كما كتلكم هدا هو القوام ديال الصابلي اللي غادي تحتاجه اشتوه اخسو جيها كارطب ما بيرطب ما بين ما بين قاسح صافي البنات غادي نخليه ارتاح واحد من الساعة وعد غادي ندوز نقطعه وندخله الفران ونشاركوه معاكم صافي البنات من بعد ما كان نخلي نعجينة ديالي كاترتاح كان نجبدها كان نجيب واحد جيش بلاستيكات هانتوما كما اشتوه وحده كان نديرها الفوق وحده كان نديرها في التحت وكان نبدأ نقطعه شكيلة اللي غادي ندير اه ديال الصابلي هنا غادي ندير هاد المرشوم هادا هوا هادا هو اللي غادي نستعمل هانتوما غادي ندير هادو هما اللولين هاد السامبل ها هوا هاد المرشوم ضروري تديروا له شي هادا يلطحين باش ما يلسقش حيث العجينة ارتبها بالساف هادا كشي علاش سافيو غادي نستعمل بها الطريقة هادي حتى ادخر سافي البنات هانتوما غادي نستعمل بها الطريقة حسان نكمل الكمية اللي بغيت هادا هو شكل اللي غادي جي من التحت وانا غا نوريكم الشكل اللي غادي ندير من فوق طب وراء وشكي يعرف هات الشكلات يعني الشكلات مناسبين وفي متناول جميع يعني قاعد الناس يقدروا يديرهم فعول ما نشيو نشريو السابلي بتمانين نديرهم الكيلو نصيبوه غير فضار نارة ساهل والزوق كي بقى اختياري يعني كل واحده والمستطاع ديالو كاللي يدير غادي زامون ديال الكاوكاو كاوكاو كونكاسي كاللي يدير لزامون دي فيلي كل واحده باش كي يزوق سافي انا غادي ندير هادا الشكل هادا غادي نستمر بها الطريقة حتى نكمل العجين ديالي وغادي نوريكم الشكل نهائي ديالو وانتوما معايا صفر البنات هادا هو شكل السابلي ديالي اللي صوبت هوا انتم ما قد شوفوا هادا هو شكل السابلي هوا السابلي وصيبت هادا الحليوات معاه هوا انتوما غادي نشاركوهم معاكم ما زال ان شاء الله وغادي تشوفوهم المهم السابلي ديالي هو هدا هذه الحلوات سوف نضع فيديو فيديو ونضعها في القناة في العواشة تسنوني في شكيلات هذه الحلوات سوف يكونوا جيدين بساف صافي البنات هذه هي شكيلات هذه الحلوات التي أصيبت في الدار سوف نضع في القناة سوف نضع فيديو ونضع فيديو مهم الفيديو هذه هي الشكل الأشياء التي وجدت سوف نضع فيديو ونضع في القناة سوف نضع في القناة المسيطة هذا هو شكل الصبلي الذي قلت نضع فيديو ونضع فيديو نضع فيديو ونضع فيديو سوف نضع فيديو ونضع فيديو تجريكي حتى لا يتحمل كنتم قريبت أن نشارك معكم المراحل للتقطع ولكن لم أجعل ديو هذا الشيء على هذا الشيء بحصى حتى قلت قلع تطبيع انا درت هذا الطبع هذا حيث يعجبني كيجي زوين. انت بيت نشارك معكم الطريقة باش غنقطعوه لك شي ولكن ما كتبش. غادي نصوره لكم في الاخير حيث غادي ندل له كو كو كون كاسي وغادي نلصقه ونشارك معكم الشكل النهائي دياله كيفاش كيجي. صافي البنات هات شي اللي كان. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو. اللي يعجبوه يجرب هاد هاد الصبلي هادا را كيجي زوين. غير واحد الحاجة كما قلت لكم ما تقصحوش العجينة. ايلا كانت العجينة قصحار هاد الصبلي كيجي قاصح. صافي البنات هات شي اللي كانوا. اللي يعجبو هاد الفيديو يبرتاجيه ويدير اللايك. ويتابونا في القناة وكارحب بالبنات القدام والبنات الجداد. وكنقول لكم شكرا على المتابعة ديالكم. وعلى المشاركة ديالكم في قناتي. وكن نقول لكم السلام عليكم وبركة عواشركم. الى فيديو قادم ان شاء الله.